من داخل ورشته الصغيرة في بلاد اللجوء تمكن من فعل المعجزة التي عجزت عن تحقيقها كبرى الشركات العالمية تحدى الجميع وأعلن عن ابتكاره للعالم بأسره وأثبت عبقريته وإبداعه في تقديم ابتكار منقطع النظير لا مثيل له يثبت السوريون في بلاد اللجوء يوماً بعد آخر مدى القدرات التي يمتلكونها ويسطرون أسماءهم بأحرف من ذهب عبر توصلهم إلى العديد من الاختراعات والابتكارات المهمة في مختلف مجالات ومناحي الحياة خاصة الابتكارات التي تقدم خدمات جليلة للبشرية ومن أبرز قصص النجاح الأخيرة هي قصة نجاح الشاب السوري بشار ابن مدينة سراقب شمال سوريا الذي ذهب لاجئاً إلى لبنان منذ سنوات واستقر هناك الشاب بشار تمكن من اختراع سيارة خيالية بصفات مذهلة وبأدوات بسيطة وأصبحت متوافرة لديه في ورشته وبتكلفة تعتبر أقل من العادية تمكن من التوصل إلى فكرة عبقرية جعل من خلالها السيارة تعمل على الوقود والكهرباء في آن واحد استطاع أن يلفت إليه انتباه العالم بعد توصله إلى هذا الاختراع والابتكار الفريد من نوعه وغير المسبوق يقول بشار عن اختراعه إن فكرته بدأت من الورشة التي يعمل بها في العاصمة اللبنانية بيروت حيث إنه يعمل في ورشة صغيرة لتصليح السيارات نجاحه في ابتكار هذه السيارة لم يأتي من فراغ ففضوله بالمعرفة بالسيارات الكهربائية قاده إلى التفكير بكيفية ابتكار طريقة تجعل السيارات تعمل على الوقود والكهرباء معاً لم يتوقف الأمر عند هذا الحد ولكنه نجح في ترجمة أفكاره على أرض الواقع وبالإصرار على تحقيق النجاح تمكن في نهاية المطاف من الوصول إلى هدفه المنشود واستطاع اختراع طريقة تجعل السيارة العادية تسير على الكهرباء والوقود السيارة التي اخترعها من الأساس تعمل على الكهرباء ففي حال قطع مسافات طويلة دون القدرة على شحنها حينئذ يمكن تحويل السيارة لتعمل على الوقود الطريقة التي تمكن من ابتكارها كانت من خلال إجراء العديد من التعديلات على السيارة من أهمها تركيب محرك استطاعته 4000 وط يعمل من خلال البطاريات محرك السيارة المبتكرة يجري تركيبه على ناقل الحركة في السيارة الأساسية فحينها يصبح لديه في السيارة خمس سرعات بالإضافة إلى غيار سادس من أجل رجوع المركبة إلى الوراء المحرك الذي تم تعديله يعمل بشكل منتظم على الكهرباء والوقود وتم وصله على تبلو المركبة بشار أصبح يستخدم هذه السيارة منذ فترة دون أي مشاكل تذكر وأن تبديل بين عمل السيارة على الكهرباء وعملها على الوقود يتم بضغطة زر واحدة دون حدوث أي مشاكل لقد قطع بها مسافات طويلة وأجرى عليها العديد من التجارب العلمية التي أثبتت نجاحها وجاهزيتها للعمل في أي مكان وزمان